السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو ححل معكم نموذجان من نماذج اختبار الإنجليزي النصفي أو الفترة الأولى للصف الثالث المتوسط الوحدتان الخامسة والسادسة للفصل الدراسي الثاني وهذان النموذجان هما من عمل الأستاذة أسماء المجلاد جزاه الله كل خير والأستاذ راشد السلمي جزاه الله كل خير وقبل ما أبدأ بالفيديو أتمنى من كل اللي بشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة ونبدأ باسم الله بحل النموذج الأول السؤال الأول هو reading comprehension قطعة فهم على جميع الطلاب والطالبات قراءة هذه القطعة بشكل جيد وبعد ذلك الإجابة على الأسئلة التالية السؤال الأول سنجد الإجابة هنا في السطر الأول إذن العالم العربي يقع في قارتان هما آسيا وأفريقيا إذن سنختار أفريقا مكان به القليل من الماء والنباتات والحيوانات ما هو هذا المكان؟ ما هو هذا المكان؟ هل هي الصحراء؟ نفس هذه الجملة تماماً إنما وجد أن الصحراء هي حارة وجافة لذا فإننا سنعرف أنها أيضاً بلا ماء ولا نبات ولا حيوانات ننتقل للسؤال الثالث عكس كلمة cold وتعني بارد هي hot وتعني حار أو ساخن سنجد الكلمة هنا هناك العديد من المحاصيل التي يقوم المزارع بزراعتها مثل القمح وسنجد الإجابة أيضاً هنا إذن الإجابة هي من المحاصيل كما ذكرنا الأرز وزيت الزيتون ننتقل إلى الثقافة العربية هي قوية جداً في فراغ والعلوم والهندسة المعمارية والكتابة إذن سنجد الإجابة أيضاً هنا إذن سنختار فبعد ذلك ننتقل إلى السؤال الثاني قاعدات أن نختار الإجابة الصحيحة علي هو أطول من أحمد هنا في هذه الجملة لدينا مقارنة ما بين علي وأحمد وظهرت ذان في الجملة إذن سنختار الصفة المضاف إليها وهي صفة قصيرة هي درست اللغة الإنجليزية لمدة خمس سنوات دائماً بعد هاز أو هاف يأتي الفعل في التصريف الثالث في زمن المضارع التام وهاز تأتي مع شي وهي وإت أما هاف فتأتي مع ذي وي ويو وآي نمبر ثري أنت بنفس ذكاء أخاك إذن هنا تشابه وفي جملة التشابه تظهر وبعدها الصفة كما هي بدون أي إضافة ويليها أيضاً يعني أنهم يتشابهان في هذه الصفة نمبر فور حميد كان لديه نفس التلفاز لمدة خمسة عشر عاماً إذن لماذا اخترنا فور لأننا ذكرنا هنا مدة زمنية والمدة الزمنية هي خمسة عشر عاماً ففور تأتي مع المدة الزمنية أما سنز فتأتي منذ بداية هذا الحدث نمبر فايف هذه جملة باسف والباسف تعني المبني للمجهول الفاعل غير موجود في الجملة السمكة أكلت بواسطة القطة دائماً يأتي الفاعل بعد باي نعرف أنها جملة باسف لأن الفاعل يأتي فقط بعد كلمة باي في نهاية الجملة وممكن أن لا نكتبه في الجملة وفي جملة الباسف دائماً الفاعل يكون في التصريف الثالث وهنا إيتاً هي التصريف الثالث من الفاعل إيت نمبر سيكس أنا أقرأ القرآن الكريم كل يوم لماذا عرفنا القرآن الكريم بالذة؟ لأنه فريد ووحيد لا يوجد لدينا إلا قرآن واحد لذا فإننا نعرفه بذة كم هي المدة التي يعرف بها علي صديقه؟ هنا هذا السؤال في زمن المضارع التام نسأل به بهاز وقلنا مع هاز أو هاف دائماً الفعل يكون في التصريف الثالث جاك حصل على أفضل علامة في الصف هذا أسلوب سوبر لتب أي أسلوب تفضيل وظهرت ذا قبل الصفة لذا فإننا سنختار الصفة المضاف إليها وطبعاً قلنا أنه في أسلوب التفضيل good تصبح best أو the best ننتقل إلى السؤال التالي do as shown between brackets افعل ما يطلب منك بين الأقواس المطلوبة الأول use how long علينا أن نستخدم صيغة السؤال how long والتي نسأل بها عن المدة الزمنية لدينا عمر go to this dentist عمر ذهب إلى طبيب الأسنان هذا علينا أن نعرف أنه عندما نسأل بhow long يجب أن نستخدم have أو has حسب الفاعل هنا الفاعل مفرد إذن سنستخدم has سنقول how long has عمر gone to this dentist الفاعل سيصبح في التصريف الثالث لوجود has في السؤال أو إذا جاءت has أيضاً في الجملة فالفاعل يجب أن يكون أيضاً في التصريف الثالث ننتقل إلى المطلوب الثاني change into passive علينا أن نحول هذه الجملة إلى جملة مبني للمجهول الجملة the boys broke the window الأولاد كسروا النافذة في جملة passive لا نكتب الفاعل الفاعل غير موجود ونبدأ بالمفعول به وهو the window ونقول the window was لأن الwindو مفرد سنقول was وبعد was سيأتي الفعل في التصريف الثالث قلنا دائماً في جملة passive الفاعل يكون في التصريف الثالث ولماذا قلنا was لأن هنا broke جاءت في الماضي وwas تدل على الماضي وممكن أن نكمل by the boys by والفاعل يأتي بعدها إذن النافذة كسيرة بواسطة الأولاد علينا أن نكون سؤالاً غير مباشر وقلنا هناك طريقتان لتكوين السؤال الغير مباشر إما أن يبدأ السؤال ب do you know أو could you tell me وبعد ذلك سنكتب نفس السؤال ولكن إن كان في السؤال is فيجب أن تأتي في آخر السؤال لدينا السؤال where is the main post office أين هو مكتب البريد الرئيسي سنسأل إما do you know where the main post office is أو ممكن أن نقول could you tell me where the main post office is كلاهما صحيح نلاحظ أننا كتبنا is في نهاية السؤال number four use as وهنا سنكتب الصفة كما هي as للتشابه rome is an amazing city روما هي مدينة رائعة paris is an amazing city وباريس أيضاً هي مدينة رائعة إذن كلاهما يشتركان في صفة الروعة وهي amazing إما سنبدأ بباريس ونقول paris is as amazing as روم أو ممكن أن نبدأ بروم ونقول روم is as amazing as باريس ننتقل إلى البوكابلوري المفردات match the correct word for each picture علينا أن نصل كل كلمة بالصورة المناسبة كلمة الأولى printer طابعة الصورة المناسبة هذه سنكتب printer هنا skyscrapers ناطحات السحاب أو المباني العالية الصورة المناسبة هي هذه سنكتب skyscrapers هنا coast الساحل الصورة المناسبة هي هذه سنكتب coast هنا microwave المايكروويف الصورة المناسبة هي هذه سنكتب microwave هنا ننتقل إلى choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة a person who travels to a holy place الشخص الذي يسافر للأماكن المقدسة يسمى pilgrim وهو الحاج أو المعتمر an area on the edge of a large town or city منطقة في حافة أو زاوية مدينة كبيرة تدعى suburb وهي الضاحية ننتقل إلى orthography الإملاء choose the correct missing letters علينا أن نختار الحرف الصحيح الذي ينقص كل كلمة الهواتف الخلوية هي جدا صغيرة اليوم إذن phone P مع H يعطينا حرف الف إذن ينقص كلمة phones حرف الـ H number two one of the جدة's major landmarks is king فهد's fountain أحد معالم جدة الرئيسية هي نافورة الملك فهد إذن fountain تعني نافورة ينقصها حرف الـ F the apartment is really nice and cozy الشقة هي جدا جميلة ومريحة cozy ينقصها حرف Z وتعني مريحة number four television has been around for a long time التلفاز كان موجودا لمدة طويلة television ينقصه حرف V ننتقل إلى حل النموذج الثاني السؤال الأول أيضا comprehension قطعة خارجية على الطلاب والطالبات قراءة القطعة بشكل جيد وبعد ذلك الإجابة على الصح والخطأ هنا number one these are housing's ads هل هذه عبارة عن إعلانات لمساكن ياس إنها إجابة صحيحة for rent للإيجار لدينا هنا large two bedrooms apartment شقة مكونة من غرفتان نوم كبيرة small room near university غرفة صغيرة بالقرب من الجامعة studio apartment شقة studio إذن جميعهم عبارة عن إعلانات لإيجار هذه المساكن إذن هي نعم إجابة وعبارة صحيحة number two the studio apartment is fully furnished هل شقة الستوديو هي مؤثثة بالكامل no إنها عبارة خاطئة من كانت مؤثثة بالكامل هي small room near university fully furnished لكن الستوديو apartment لم يذكر أنها مؤثثة excellent location لها موقع ممتاز one block from city center تبعد لقة واحدة من مركز المدينة close to restaurant sports center and public transportation قريبة من المطاعم ومركز الرياضي والمواصلات العامة إذن إنها إجابة خاطئة number three the two bedroom apartment الشقة المكونة من غرفتانه is near public transportation هي قريبة من المواصلات العامة هنا سنرى two room apartment هنا هي safe آمنة quiet street تقع على شارع هادئ two blocks from train station تبعد بلوكتان من محطة القطار near park القرب من الحديقة وأجارها ثمانمائة دولار في الشهر وهذا هاتفها لم يذكر أنها بالقرب من المواصلات العامة من ذكر أنها بالقرب من المواصلات العامة هي studio apartment قيل هنا close to public transportation أنها قريبة من المواصلات العامة لذا فإنني غيرت الإجابة إلى إجابة خاطئة ويمكنكم أيضا أن تستشيروا معلمكم بهذه الإجابة number four the studio apartment is in a quieter location than the two bedroom apartment هل شقة الستوديو هي في موقع أهدأ من شقة التي لها غرفتان نوم؟ لا إنها إجابة خاطئة فالشقة ذات غرفتان نوم هي التي تقع على الشارع الهادئ فهي أهدأ من studio apartment إذن فهي إجابة خاطئة ننتقل إلى قسم الجرامر القاعدات choose the best answer to fill in the blank in each question علينا أن نختار أفضل إجابة كي نكمل بها الفراغات لكل سؤال number one we have been friends since first grade لقد كنا أصدقاء منذ السنة الأولى هذه الجملة في زمن المضارع التام ظهرت since إذن في زمن المضارع التام يأتي مع we have وبعدها يأتي الفعل في التصريف الثالث number two I have had my new car since September أنا لدي سيارة الجديدة منذ شهر سبتمبر number three thief stole my bike إذن my bike was stolen اللص رقى دراجتي لذا فنقول في جملة passive أو المبني للمجهول دراجتي سرقت إذن سنختار الفعل في التصريف الثالث في جملة passive أو المبني للمجهول number four this ring is the most expensive in the shop إذن هذا الخاتم هو الأكثر غلاء في المحل هذا أسلوب superlative أسلوب تفضير لم نقارن به بين شيئان إذا فاخترنا the وبعدها most قبل الصفة الطويلة في أسلوب السوبرlative number five in Europe في أوروبا august is hotter than february شهر أغسطس هو أحر من شهر فبراير إذن هنا مقارنة ما بين الشهران أيهما الجو به حار أكثر لذا فإننا نختر الصفة المضاف إليها er وأيضاً ظهرت than في الجملة ننتقل إلى complete the sentences with for or since علينا أن نكمل الجملة باستخدام إما for والتي تأتي مع المدة الزمنية أو since والتي تأتي مع منذ بداية هذا الحدث نورا has had the same TV for fifteen years إذن نورا لديها نفس التلفاز لمدة خمسة عشر سنة إذن نتحدث عن مدة زمنية أنا لدي اللابتوب هذا منذ شهر يونيو الماضي نحن نعمل على هذا المشروع لمدة شهر كامل write a or an or the to fill in the blank علينا أن نكتب إما a والتي تأتي مع المفرد المبدوء بحروف الساكنة أو an والتي تأتي مع المفرد ولكن مبدوء بحروف العلة الخمس أو the والتي تأتي مع كلمات معينة ذكرناها في قاعدة هذه الوحدة I bought a new TV set yesterday أنا اشتريت تلفازا جديدا البارحة هنا a جاءت قبل صفة new للتلفاز الجديد دائما قبل الصفة نكتب a إن بدأت بحرف من حروف الساكنة number two are you coming to the party next Saturday هل ستأتون إلى الحفلة السبت القادم هنا لماذا عرفنا الحفلة بذا لأن وقتها قد حدد مسبقا وتحدثنا عنها من قبل لذا فهي معرفة بالنسبة لدينا بذا number three he is an engineer هو مهندس وإنجينير هي مفرد بدأت بحرف من حروف الظول وهي حروف العلة لذا فسبقناها بآن ننتقل إلى البوكابلري المفردات choose the best answer to fill in the blank in each question علينا أن نختار أفضل إجابة كي نكمل بها الفراغات لكل سؤال number one لدينا كلمة digital الرقمية is a word that relates to technology هي كلمة لها علاقة بماذا بالتكنولوجيا number two I cooked the burgers on the stove طبقت البورغرز على الغاز number three حنان needs paper for the printer حنان تحتاج الورق للطابعة number four parks are green areas الحدائق هي مناطق خضراء number five an apartment is a type of housing الشقة هي نوع من أنواع المسكن ننتقل إلى write the correct word under the picture علينا أن نكتب الكلمة الصحيحة تحت كل صورة كلمة الأولى stove تعني الغاز الصورة المناسبة هي هذه سنكتب stove هنا bus الباس الصورة المناسبة هنا سنكتب bus هنا bicycle الدراجة الصورة المناسبة هي هذه سنكتب bicycle هنا ننتقل إلى الغاز الغاز choose the correct letter علينا أن نختار الحرف الصحيح الذي ينقص الكلمة he buys a new computer computer إذن كلمة computer ينقصه حرف T number two bus ticket is expensive تذكرة الباس هي غالية كلمة ticket ينقصه حرف K والآن وصلت إلى نهاية هذا الفيديو ونهاية حل نماذج اختبار الإنجليزي للصف الثالث المتوسط للوحدتين الخامسة والسادسة الفصل الدراسي الثاني إذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه انزلوا أسفل الفيديو وضغطوا على زر اللايك لا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعيلوا جرس التنبيه وشكرا ترجمة نانسي قنقر